في زيارة هي الأولى من نوعها منذ العام 2011 وصل وزير الخارجية الإماراتية عبدالله بن زايد إلى العاصمة السورية دمشق وخلال الزيارة التي تأتي في إطار مساعي دولة الإمارات لإعادة سوريا إلى الحاضنة العربية شدد الشيخ عبدالله بن زايد على دعم بلاده لجهود الاستقرار في سوريا معتبرا أن ما حصل بها أثر على كل الدول العربية وتأتي هذه الزيارة بعد نحو شهر من اتصال هاتفي جمع ولي عادي أبو ظبيع الشيخ محمد بن زايد مع رئيس السوري بشار الأسد بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وكانت دولة الإمارات قد أعادت فتح سفارتها في دمشق في السابع والعشرين من ديسمبر عام 2018 بعد إغلاق دام لنحو سبع سنوات بسبب الحرب الدائرة في البلاد فعرضوا إما سبق ما هي أبعاد هذه الزيارة وما هو الأفق الذي تقترحه على مستوى العلاقات السورية العربية وهل يمكن أن تساهم في معالجة الأزمة الراهنة في البلاد زيارة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان إلى سوريا خطوة أولى في منعطف يمكنه أن يتحول إلى مسار لا يقتصر على عودة سوريا إلى بيئتها العربية فحسب ولكنه قد يمتد إلى المساهمة في معالجة أزماتها الداخلية أيضا عزلة سوريا عن عالمها العربي ثبت أنها تلحق الضرر بشعبها وتدفع هذا البلد العربي إلى مواجهة المزيد من المصاعب وتقيد قدرته على رسم خيارات استراتيجية من خارج النفق الذي وجد نفسه فيه ومن الواضح أن حزمة من التدخلات الإقليمية والدولية في شؤونه الداخلية لم تسفر هي الأخرى إلا عن زيادة التعقيدات في أزماته السياسية والاقتصادية في وقت ما يتعين أن تجد سوريا سبيلا للخلاص من أعباء الأزمة التي اندلعت قبل عقد من الزمن بكل تفاصيلها الأمنية والسياسية والاقتصادية والاستراتيجية ومن دون موطئ قدم عربي راسخ فإن هذا الوقت يظل معلقا لتظل الأزمة تتفاقم إلى ما لا نهاية الحلول السياسية تحتاج هي الأخرى دورا لطرف عربي يتمسك بعروة التوازن للمحافظة على سيادة البلاد واستقلالها ووحدتها والدور العربي مهم في هذا الإطار لأنه يمكن أن يفتح أمام البلاد خيارات أفضل مما أتاحته الأطر الراهنة بما فيها تلك التي تحاول الأمم المتحدة أن تخرج منها باتفاق حول الأسس الدستورية لاستعادة الاستقرار في البلاد إعادة إعمار سوريا مشروع لا يمكن تجاهل الحاجة إليه أيضا ومتطلباته تتطلب مساهمات لا يمكن للدول العربية أن تجد نفسها بعيدة عنها ففيها على الأقل ما يحفظ مكانة سوريا بين أشقائها وفيها ما يمكن أن يبني على استعادة هذه المكانة استعادات استراتيجية ما تزال غائبة الخطوة الإماراتية تبدو شجاع لأنها الأولى بحجمها وثقلها ولأنها تقترح على سوريا أفقا آخر أكثر وعدا بصفحة تطوي صفحة الأزمة وتبعاتها وأعبائها لنقاش هذا الموضوع أحب بضيفي من دبي الدكتور علي الشعيبي أستاذ الإعلام في جامعة الإمارات ومن دمشق السيد خالد العبود عضو مجلس الشعب السوري مساء الخير مرحبا بكم أبدأ من دبي معك دكتور علي زيارة هي الأولى لوزير الخارجية للإماراتي لدمشق منذ أكثر من عشر سنوات أهمية كبيرة لا شك تكتسيها هذه الزيارة لكن إلى أي مدى برأيك تمثل هذه الخطوة منطلقا حقيقيا فعلا لعلاقات جديدة بين المحيط العربي ودمشق مساء الخير لك ولا أعزائنا المشاهدين حقيقة هذه الزيارة من خلالها تبعث الإمارات بعدة رسائل يعني يفصلها تفصيلا الرسالة الأولى تؤكد أن الإمارات لها دور أساسي ومحوري تلعبه سواء كان على مستوى الإقليم أو على مستوى العالم الرسالة الثانية أن الإمارات عازمة وهي طبعا وفقا لتوجهات القيادة السياسية على حل هذا المشكل السوري وطبعا تخليص الشعب السوري من معاناته هذه المعاناة التي طبعا أكلت الأخضر واليابس الإمارات تدرك وإدراكت تاما أن حل هذا المشكل لن يكون إلا بهذا التعاون العربي والتعاضد العربي وربما تلعب هذا الدور كما قلتم في التقرير دورا شجاعا ولكنها خطبة استباقية لإخراج سوريا من هذا المستنقع الذي طبعا كما قلت أكل الأخضر واليابس الإمارات تقدم رؤية واضحة لحل المشكل العربي باليد العربي محل المشكل العربي من خلال لا نقول نكأ الجراح ولكن تضميد هذا الجراح ومن ثم إعادة سوريا إلى اللحمة العربية لتتبوأ مكانها الحقيقي ولتلعب دورا حقيقيا في صياغة المستقبل عانى الشعب السوري الكثير خلال العوام العاشرة الماضية وها هي الإمارات وبكل شجاعة تمد يد العون وتمد يد المساعدة ومن ثم تمد هذا البساط للبساط الاستراتيجي البساط السياسي لإخراج الشعب السوري وإخراج سوريا من محنتها سيد خالد مساء الخير مرحبا بك معنا إلى أي مدى تمثل هذه الزيارة اليوم نقطة تحول في علاقات دمشق مع محيطها وعمقها العربي أحسنت أن تتحدث عن علاقات دمشق بعمقها العربي أنا في تقديري بأن أهم لقطة تحصل خلال السنوات الماضية على مستوى المنطقة وعلاقات سورية مع محيطها العربي أو حضنها العربي إن صح التعبير هو هذه الزيارة ودعنا نعترف بأن هذه الزيارة ليست يتيمة بمعنى أنها لم تأتي وحيدة أو تأتي خارج السياق لا هناك مجموعة من التواصلات والاتصالات والعلاقات الطيبة التي حكمت الدبلوماسية السورية مع الدبلوماسية الإماراتية خلال الشهور القليلة الماضية وفي تقديري بأن القضية لا تتعلق فقط بالحكومة أو دعني أقول بقيادة الإمارات وإنما الإمارات تتقدم الركب العربي باتجاه علاقات جديدة مع سوريا وأعتقد أن الأمور باتجاه طبيعتها بمعنى أن ما كان حاصلا خلال السنوات القليلة الماضية هو الشاذ اليوم تعود الأمور إلى طبيعتها وباعتقادي أن المنطقة كلها توضع على سكة مختلفة عما كانت عليه خلال العقد الأخير من عمر هذه المنطقة دكتور علي الإمارات بينما تنضي اليوم نحو استعادة هذه العلاقات مع دمشق وتحسينها والمضيلة بتطيير هذه الرسائل الهامة التي أشرت إليها إلى أي مدى تفتح هذه الخطوة أيضا الباب أمام مزيد ربما من هذه الزيارات ومزيد من هذا الانفتاح على دمشق والسعي لإعادتها ودفعها إلى محيطها تدرك الإمارات وتدرك الدبلوماسية الإماراتية أن هناك تحديات جمّة في الإقليم وهذه التحديات حقيقة قد تصيب المنطقة بمقتل ولهذا فاستعادة سوريا إلى الحضن العربي أو إلى الرقب العربي عملية مهمة جدا وهي دعوة موجهة من الإمارات وبكل شجاع وبكل صدق للإخوة العرب بأنه لا سبيل للخروج من محنتنا إلا بعودة الدول العربية إلى حاضرتها العربية ومن ثم لنقول دفع هذه اللحمة العربية لأن تتبوأ مكانا مهم جدا في صناعة التاريخ وصناعة المستقبل ومن ثم البحث عن مخارج لكل أزماتنا أزماتنا الداخلية بحاجة إلى حل عربي وها هي الإمارات تقدم هذه الفكرة فكرة استعادة اللحمة العربية ومن ثم دفع كل الأطراف العربية التي ربما تكون مختلفة مع سوريا أو مختلفة مع دمشق أو مختلفة مع طرابلس أو مختلفة مع لنقل الخرطوم تعالوا إلى كلمة سواء هذه الإمارات تفتح قلبها ودراعها وعقلها وتفتح حتى صناديق فكرها لعودة اللحمة العربية ومن ثم تشكيل مستقبل عربي مهم جدا التحديات كثيرة والرسائل التي تبعثها الإمارات كما قلت هي ليست رسائل فقط للمنطقة العربية ولكنها رسائل للإقليم الإقليم المجاور رسائل لتركيا رسائل لإيران رسائل للعالم تقول لهم أنه بإمكان العرب أن يتحدوا أن يخلقوا لقوة القوة مهمة جدا لتحريك هذه المياه الآسنة والراكدة في المنطقة ومن ثم إعطاء الإنسان العربي حقه في العيش الكريم سيد خالد كما أشرت هذه الزيارة اليوم تأتي مدفوعة بسياقات عديدة طيلة الفترة الماضية سواء في العلاقة المباشرة بين دمشق وابوظبي أو بالعلاقة بين دمشق والإقليم كذلك تابعنا على أكثر من مسار انفتاحا أو اتصالات مع الأردن أو مع مصر كذلك في مجالات الطاقة والتجارة وغيرها لكن هذه الزيارة اليوم رفيعة المستوى إلى أي مدى وفق القراءة في دمشق تفتح الباب أمام مزيد ربما من الزيارات لا صديقي أنا في تقديري بأن القيادة السورية لم تغلق الباب أصلا القيادة السورية منذ مطلع العدوان على سوريا منذ مطلع أحداث التي حصلت في سوريا لم تغلق الباب بوجه الأخوة العرب على العكس تماما كانت دائما تصر على أن الأبواب مفتوحة وعلى أنه لا بد أن يكون هناك عمقا عربيا أو أن يكون هناك عمق عربي ليس فقط لسوريا وإنما أيضا للعراق أيضا لليبيا أيضا للجزائر أيضا لمنظومة الخليج العربي الحضن العربي العمق العربي يجب أن يبقى مفتوحا للجميع سوريا لم تغلق باب في وجه أي أحد على العكس تماما قد تركت هذه الأبواب مفتوحة الدول العربية الأشقاء العرب هم الذين أغلقوا الأبواب في وجه القيادة السورية أو دعني أقول الدولة السورية وبالتالي ما يحصل اليوم هو في تقديري أنه دفع باتجاه أن تكون الأمور وفق طبيعتها لكن دعنا نعترف هنا بأننا كمكونات عربية وأنا هنا لا أريد أن أبالغ وأخشى دائما المبالغة نحن كمنظومة عربية كأمة عربية كدول عربية في الحقيقة لم نستطع أن نساهم في صناعة الأحداث خلال القرن أو دعني أقول العقد أو العقدين الماضيين من عمر المنطقة كنا في أغلب الأحيان للأسف إلى حد بعيد منفعلين بهذه الأحداث نتمنى أقول نتمنى ونتطلع إلى أن يكون هناك عمل عربي مشترك لا تكون فقط فيه العلاقات الإماراتية السورية يتيمة لا نتمنى لهذه العلاقات أن تكون علاقات سورية سعودية علاقات سورية خليجية علاقات جزائرية خليجية نتمنى لهذه الأمة أن تستعيد عافيتها وأن تكون فاعلة على مستوى المنطقة وأن تكون موجودة وحاضرة في كل الملفات على مستوى المنطقة خاصة ضيفك الكريم في تقديري أضاء إضاءات هامة أن هناك رسائل أنا أقول ليس فقط الإمارات تريد أن تدفع بهذه الرسائل لا أنا أصر على أن منظومة العمل العربي يجب أن تدفع بهذه الرسائل باتجاه ترقية باتجاه إيران باتجاه كيان الاحتلال باتجاه الدور الأمريكي الذي ينكفئ بشكل أو بآخر لابد لهذه الأمة لابد لهذه الدول وقيادات هذه الدول أن دعني أقول تترك أثرا إيجابيا وتنتقل من منظومة أو من منصة المفعول إلى منصة الفاعل الحقيقي على مستوى الإقليم والمنطقة وهنا بالإشارة للدور والعمل العربي المشترك وسؤالي للدكتور علي طيلة الفترة الماضية كان هناك مساعي وبدت حقيقية فعلا ليس فقط من الإمارات بل من أطراف عربية أخرى سواء من مصر أو الجزائر للدفع نحو عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية في ضوء هذا التطور اليوم وفي ضوء هذه الزيارة كيف تبدو الآفاق فعلا أمام هذا المسعى طبعا كما قال ضيفكم الكريم الآفاق رحبا والحظن التسع للجميع ولكن نحن بحاجة إلى نوايا عربية صادقة تصنع مستقبلا حتى نخرج هذا الإنسان العربي من هذه الأزمة لديه أزمة تاريخية حقيقة يعيشها ويدفع ثمنها من زاد أطفاله يوميا هناك تدخلات هناك لنقل مطامع دولية ومطامع تتعلق بالإرهاب ومطامع تتعلق بالتيارات الدينية والأفكار المنغلقة نحن بحاجة إلى أن نخرج من هذه البوطقة ونجعل هذا المارد العربي على الأقل على الأقل يتململ في قمه ومن ثم يخرج نحن بحاجة إلى أن نصنع التاريخ نحن بحاجة إلى أن لا نكون فقط نحن مستقبلين ردة الفعل نحن يجب أن نكون أصحابه فعل ولهذا الإمارات العربية المتحدة وبتوجيهات واضحة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد نسعى دائما من هنا من هذه النقطة المضية لنقل من الوطن العربي أن نرسل هذا الشعاع إلى الجميع وأن نقول لهم أن الحب يتسعى الجميع والوطن يتسعى الجميع وكلنا عرب ونحن بحاجة إلى صناعة مبدعين وصناعة تاريخ لا يمكن أن نتقهقر إلى الوراء بهذه الطريقة ولا يمكن أن نكفع إلى أن نذوب ضمن المجتمع الدولي نحن بحاجة إلى نسبة العالم حقيقة أن هذا الإنسان الذي صنع التاريخ وكتب الأبجدية الأولى وكتب القوانين الأولى ونزلت فيها الرسالات السماوية قادرنا عن إصراء التاريخ من جديد سيد خالد في ضوء هذه الزيارة وفي ضوء الإشارات الطالعة من أكثر من طرف عربي سواء الأردن ومصر وغيرهما كيف تنظر دمشق اليوم؟ لأفاق فعلا المضي نحو تفعيل عودتها للجامعة العربية لا في تقديري صديقي بأن القيادة السورية الدولة السورية كانت دائما تتطلع إلى عودتها إلى جامعة الدول العربية وكانت تواقى لهذا الفعل العربي المشترك والقيادة السورية وأنا أفهم سيادة الرئيس بشار الأسد إلى حد بعيد لم يكن يبحث فقط عن موطئ قدم له في جامعة الدول العربية كان يبحث دعني نقول عن فاعلية أكبر لجامعة الدول العربية عن منظومة عبل العربي مشترك على مستوى الإقليم مفيدة للشعب العربي مفيدة للأمة العربية مفيدة للقيادات العربية مفيدة للدول العربية بشكل كامل لقد تعرضت هذه الأمة في تقديري خلال السنوات القليلة الماضية إلى دعني أقول مجزرة كبيرة يعني لم تبدأ بغزو العراق ولم تنتهي بدمار سورية لا هي أعمق من ذلك في تقديري وبالتالي الرئيس بشار الأسد القيادة السورية تنظر ليس فقط إلى عودتها إلى جامعة الدول العربية لا عودة الجميع إلى جامعة الدول العربية جامعة الدول العربية الفاعلة جامعة الدول العربية القادرة على أن تملي شروطها على مستوى الإقليم وعلى مستوى المنطقة جامعة الدول العربية التي تؤسس لفعل سياسي حقيقي على المستوى القومي والوطني لهذه الدول ليست جامعة الدول العربية المنفاعلة جامعة الدول العربية التي في بعض الأحيان لا يؤخذ برأيها الضعيفة المتراجعة المنقسمة المتجزئة لا جامعة الدول العربية القوية وبالتالي أنا في تقديري بأننا إن شاء الله نتمنى ذلك نتطلع باتجاه أن تكون هناك باكورة عمل عربي مشترك افتتحته الإمارات بهذه العلاقات مع سوريا وأحسنت الإمارات عندما قامت بفتح هذه البوابة وكانت السباقة باتجاه عاصمة الأمويين وبينما يظل من المهم إصلاح علاقات دمشق الخارجية مع الأطراف الأخرى دكتور علي الشعيبي يظل من المهم أيضا الخوض في التحديات والأزمات الداخلية الإنسانية وكذلك الاقتصادية هناك أزمات متفاقمة في البلاد في أعقاب سنوات الحرب الأخيرة كيف يمكن لهذا الانفتاح الإماراتي في هذا التوقيت الإسهام في المضي لمعالجات حقيقية ملموسة الصورة واضحة جدا صورة المأساة واضحة جدا وصورة الوشردين واضحة وصورة الناس الذين هم بحاجة إلى الدعم المعنوي والمادي والنفسي ولهذا يجب أن تكاذف كل الجهود العربية ولا أقول الإمارات حتى لا يقال أن يبالغ في دور الإمارات ولكن نحن بحاجة إلى لحمة عربية قادرة على التشال هذا الشعب من كل هذه المآسي التي علقت به وطبعا عندما نتحدث عن سوريا فأنا نتحدث عن سوريا وأتحدث عن ليبيا ونتحدث عن اليمن ونتحدث عن السودان ونتحدث عن كل بقعة عربية مسها هذا الخراب الذي تفضل به ضيفكم العزيز حقيقة هذا الدمارة وهذه المجزرة كما تفضل سيادته نحن كان بإمكاننا أن نتجنبها ولكن طبعا قدر الله ما شاء فعل ولكن الآن نمتلك في الإمارات ومن الإمارات الإرادة السياسية والحب السياسي لهذه البلدان العربية لننتشرها من كل هذه المعوقات نحن بحاجة إلى عمل عربي مشترك حقيقي وليس عمل عربي نفعي نحن بحاجة إلى عمل عربي يؤسس لولادة لنقل مهارد عربي جديد ولادة كما تفضل ضيفكم جامعة عربية قادرة فاعلة مؤثرة تمتلك القدرة على القرار وليس جامعة عاجزة أن تخذ القرار حتى خلال أي نزاح حدودي بسيط جدا تقف الجامعة العربية متفرجة ولا تستطيع أن تفعل شيء نحن بحاجة إلى جامعة عربية حقيقية تعبر عن طموح وأمال ولنقل مستقبل الوطن العربي ومطموح وأمال الإنسان العربي الذي ذاق الأمرين خلال العشرة سنوات الماضية لنقل عقد من الزمن دغنا فيها الأمرين نحن بحاجة إلى أن نشعر بأننا عرب قادرون على أن نبيت ليلة في دمشق وأخرى في بيروت والثالثة في الخرطوب ومن ثم في البحرين ومن ثم في مسقط نحن بحاجة إلى هذه اللحمة الحقيقية التي تعيد لدى بعضا من كرامتنا التي طبعا تم الزج بها في آتون من المهاطرات العجيبة بسيد خالد وين استقر الميدان خلال الفترة الماضية نسبيا في البلاد لأن أثار الحرب تظل واضحة والتداعيات تظل صعبة على المسارين الإنساني والاقتصادي كيف بالإمكان في ضوء هذه التحولات وهذه المستجدات الجديدة المضي نحو شراكة وعمل مشترك لمعالجات حقيقية على الأرض لهذه الأزمات أنا في تقديري بأن هناك جملة أزمات في الحقيقة كانت ناتج الحرب على سوريا وفي سوريا وهذه الأزمات بحاجة إلى في تقديري لتجاوزها بحاجة إلى عمل داخلي من قبل السوريين وعمل أيضا دعني أقول من محيطهم العربي يعني الأشقاء العرب يجب أن يتفهموا حقيقة ما الذي حصل في سوريا ما هي أبعاد هذه الأزمات اليوم وزير خارجية الإماراتي قال كلاما في تقديري كان دقيقا وهاما عندما قال بأن آثار هذه الحرب ارتدت على الجميع بمعنى على الدول العربية أو الشعب العربي بمجمله لأنه كذلك أنا في تقديري أتطلع إلى دور عربي لتجاوز هذه الأزمات الأزمات الاقتصادية دعني أقول ما لحق من دمار في البنية التحتية ما لحق من ضرر وعوز لدى السوريين من مهجرين بالملايين خارج الوطن السوري هؤلاء جميعا في تقديري قبل أن تتحدث المنظمات الإنسانية وقبل أن تتحدث الأمم المتحدة هنا أؤكد على دور جامعة الدول العربية في أنها مطلوب منها مطلوب من الأشقاء العرب جميعا أن يقفوا إلى جانب سوريا الآن بعد هذه السنوات الطويلة والوقوف إلى جانبها ماديا معنويا من أجل تجاوز هذه الأزمة لأنه باعتقادي أصر كما قال وزير الخارجية الإماراتي بأن آثار هذه الحرب آثار هذا العدوان آثار ما حصل في سوريا هو ارتد على كامل الشعب العربي وهنا سيد خالد هناك من قد يقول بأنه لتوسيع مروحة الشراكة في التعاطي مع لملمة آثار هذه الحرب وتداعياتها لابد من توسيع مروحة الأطراف هنا البعض يرى بأنه لابد من الخوض بعد الانفتاح وتحسين العلاقات والإقرار بضرورة المضيل للمعالجات الإنسانية والاقتصادية لابد من الخوض في التحدي السياسي القائم إلى أمد هذا الانفتاح وهذه العلاقات الجديدة ربما تقرب الحلول السياسية في البلاد والتي تظل فيها أدوار الإقليم وأدوار الأطراف الدولية بلسية محين الحديث عن إعادة الإعمار تظل مرهونة بها لا أنا في تقدير صديقي هنا أعطي دور هام أعطي دورا هاما أو أتوقع أن هناك دورا هاما للأشقاء العرب عندما تقف إلى جانبك المنظومة العربية عندما تقف إلى جانبك القيادات العربية أعتقد أن هناك حلولا سياسية أو دعني أقول مطبات سياسية كبيرة سوف يتم تجاوزها بعض دول الإقليم بعيدا عن المنظومة العربية بعض دول حتى أوروبا الولايات المتحدة الأمريكية في تقدير تستغل دائما في عيوبك دائما في الملاحظات الموجودة لديك دائما في نقاط الضعف أما عندما يكون الشركاء العرب الأخوة العرب إلى جانبك سوف تتجاوز مجموعة من هذه المطبات والأفخاخ إن صح التعبير عندما تقف إلى جانبك الجامعة الدول العربية وأعتقد أن هناك تجارب هامة لجامعة الدول العربية قادرة من خلالها أن يتم تجاوز هذه الأفخاخ العملية السياسية في سوريا أنا في تقديري بأنه إذا وقف الأشقاء العرب إلى جانب القيادة السورية إلى جانب السوريين سوف يتجاوزون كثيرا أو أكثر المحن وأكثر الألغام والأفخاخ المحيطة بهم ما رأيك في هذه الزاوية دكتور علي؟ هل يصبح بتجاوز أو حلحلة سؤال العملية السياسية في البلاد ممكنا أكثر في ضوء هذه التحولات القائمة؟ ربما تحدثنا كثيرا عن الدور العربي ودور الأشقاء العرب لكن دعني ألقي لنقول ضوءا كاشفا صغيرا على المشكلة الأساس نحن بحاجة إلى فعل سوري حقيقي القيادة السورية والنظام السوري والشعب السوري أيضا مطالب بأن يتحرك بشكل فاعل ومؤثر للنهوض من كبوته ومن ثم يعادة صناعة سوريا التي نأمل يعادة صناعة سوريا التي نحب يعادة صناعة دمشق التي نعشق لهذا فعلى القيادة السياسية في سوريا وعلى الإنسان السوري الجميل المعطاء المبدع أن يدرك أن دوره أيضا كبير القضية ليست قضية مساعدة مالية أو مساعدة اقتصادية نحن بحاجة إلى تفعيل دور الإنسان السوري إعادة ملايين المهجرين من موانئ الكون كله نحن لدينا مهجرين سوريين في جميع الحال العالم والكثير منهم مبدعون قادرون على العطاء الإنسان السوري معطاء وقادر على أن يحول قطعة الصخر إلى تحفى فنية جميلة جدا هي الدعوة بأن ينهض الإنسان السوري ومن ثم طبعا نرى تلك الانتفاضة لطائر الفينيق وطائر الفينيق هنا يذكرني بالأسطورة حقيقة الإنسان السوري هو طائر الفينيق هو قادر على صناعة الأمل وصناعة المستقبل لأن لا يجب أن ينتظر الإنسان السوري أو القيادة السورية أو النظام السوري أو الأمة السورية هذه المساعدات العربية بدون شك وقوف العرب والأشقابع سوريا مهم جدا ولكن الدور الأهم هو في صناعة إنسان سوري جديد إنسان يوم بهذه الأرض ويوم بقدرته على الإنجاز وبقدرته على العطاء وبقدرته على صناعة المستقبل الإنسان السوري قادر على فعل ذلك وبكل أمل أقول نحن معكم قلبا وقالبا في الإمارات ولكن يبقى الدور الأساسي أنتم صناع الأمل وصناع المستقبل القادم إن شاء الله وقت هذا النقاش انتهى تماما أشكرك جزيلا شكر من دبي الدكتور علي شعيبي أستاذ الإعلام في جامعة الإمارات ومن دمشق سيد خالد العبود عضو مجلس الشعب السوري شكرا جزيلا لكم